إيه رأيك النهاردة؟ إيه رأيك الأول في مرسل كولر؟ لا هو إحنا لازم نتكلم نديله حق الراجل ده بقى له فترة طويلة وإحنا كنا بنقطع فيه أخر مرة قاعد يقولولي كانت حاسك بيقولي أنه مدرب عادي لا ما قلتش كده لأ أنا قلت هو الراجل لسه ما بنش حاجات كتيرة ما بنش الراجل في أول ما جاء أول الموسم لازم نتكلم من بدات الموسم لأن الحاجات ده أصمرت عن الشغل دلوقتي لأنه بقى فيه منافسة وفيه حاجات كتيرة فلما تيجي تبص في أول الموسم بدأ الموسم بالسكوات بتاعه موجود ما طلبش لعيبة قال لك أنا هشوف كل اللعيبة وهدي فرص لكل اللعيبة بدأ يشوف اللعيبة لعب كل اللعبة الجديدة وإدى فرص كتير إدى فرصة لحسن حسن لحسين الشحات لكل اللعيبة لشادي لبرونو إدى كل فرص لكل مين أثبت نفسه؟ صح اللي أثبت نفسه محمد هاني حسين الشحات طاهر محمود متولي كريم فؤاد قبل الإصابة أكرم برضو كان قبل الإصابة حمدي تفتحي عمدي بالضبط كل دولة كل واحد خد فرصة أثبت نفسه فضية حاجة كويس عمل منافسة عملش المنافسة ما بين 15 أو 13 لعيب لا عمل المنافسة ما بين 25 لعيب اللعيبة اللي أثبتت نفسها وعايزة تموت نفسها في الملعب هي اللي حطت نفسها دلوقتي كلعيب أساسي فأنت تيجي تقول الراجل من بدر جدا عمالي يشتغل جي لما جي كان عتبناه في كلمة إنه هو ما عندوش فرودة وما عندوش المركز ده هو محتاجه وهو فعلا لغاية دلوقتي 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 محتاج فرود محترامي لكهرباء محترامي للمحمد شريف أنت محتاج فرود اللي هو من أنصف الفرص أنه يجيب جول لو جالك كورة في المطش لازم تجيبها جول ممكن ما تجيلكش تاني أنت محتاج المركز ده كان لازم يجيب لعيب أفريكي حداف تيجي تبص للمجمل اللي هو عمله لأ أنت بتعمل كورة سابتة كويسة جدا كورة سابتة هجومية وكورة سابتة دفاعية دلوقتي بتغير في الطريقة كتير جدا بتلعب أربعة اتنين تلاتة واحد ودلوقتي بقيت تلعب أربعة تلاتة تلاتة بنشوف حمد فتحي بطريقة جديدة بشكل جديد السنة دي الراجل بيلعب في ظهر الناس على طول وبيكمل الهجمة بتشوف أفشة دلوقتي برضو بشكل جديد لأن أفشة كان فيه ناس كلها بعملها تتكلم عنه أنه هم بقعد عن مستوى بقاله بآخر السنة اللي فاتت والبداية برضو لأ النهاردة الراجل بصمته بدأ يتبان النهاردة كل اللعيبة اللي بيلعب واللي بينزل عايزي موت نفسه لأ شابول مستر كولر صراحة